بتعتبر مصر محور الشرق الأوسط وإفريقيا لمشروع طريق الحرير الصيني من بين أكثر من 60 بلد بين أسيا وأوروبا وإفريقيا لكوونيها بتمثل نقطة محورية طريق الحرير وأهميته هو مشروع لفيلم كبير بيتم الإعداد له بين الصين ومصر واللي نتحدث عنه من خلال ضفتنا لما ورانا النهاردة أسيدة شو هونغ خوي نائبة مدير مركز الفضائيات التابعة لمجموعة فوجيان للسينيما والتلفزيون نهاو في البداية حابين نعرف من حضرتك تفاصيل عن طريق الحرير ومعنمات أكثر عنه مبادرة طريق الحرير من 11 سنة تعتبر مبادرة مهمة جدا للرئيس الصيني التي تتضمن الكثير من المجالات الثقافية والاقتصادية والهدف منها تطور التعاون والتفاهم بين الدول المختلفة وذلك لن يحصل إلا بالسلم ومعرفة ثقافة الآخرين والتعمق في ثقافات الشعوب تفاصيل أكثر عن الفيلم وقصة وجد الفكرة من أننا نعمل فيلم ما بين مصر والصين عن طريق الحرير بالنسبة إلى فكرة الفيلم المشترك عن طريق الحرير بين مصر والصين فأنا أنتمي إلى إحدى المقاطعات التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحرير البحري نجد في الشعب بمدينتنا وجوها مختلفة على الصينيين يشبهون العرب حتى في تفاصيل الأنف والوجه وعندما تعمقنا في أصول هذه الفئة من الشعب وجدنا أن لديهم أصولاً عربية وفي التاريخ قدم الكثير من العرب إلى مدينتنا عبر التبادل التجاري وحدث تزاوج بين العرب والصينيين من تلك المدينة بشكل عام المستشار الثقافي للسفارة المصرية بالصين الدكتورة أميمة زارت المجموعة وبعد النقاش بدأت فكرة إنتاج فيلم مشترك حتى نصور الثقافة ونبحث عن بقايا الأثار التي تركها العرب ومصر في الصين وخصوصاً مصر فقد اكتشفنا في القدم العديد من المصريين تزوجوا من مدينتنا وكان هناك تبادل ثقافي واقتصادي وتجاري بين الطرفين بالفعل مصر والصين ما بينهم أصلاً قواسي مشتركة كبيرة جداً خاصة أن كل من الدولتين ليهم حضارة عريقة وده اللي بيجمع بين مصر والصين دايما لكن حابين بنا نتكلم عن التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام والصين في إنتاج هذا الفيلم وخصوصاً هل من مزيد من مجالات أخرى للتعاون؟ تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة فوجيان لإنتاج فيلم مشترك بين مصر والصين عن طريق الحرير لكن جائحة كورونا كانت عائقاً أمام بداية التصوير الهدف من زيارة مصر هو أن ننطلق للعمل في هذا المشروع ونستهدف رؤية شريكنا المصري على أرض الواقع وأن يحدث نقاش عميق في تفاصيل السيناريو والتصوير وتفاصيل المشروع كذلك سيزور الفريق المصري المسؤول عن المشروع مقاطعة فوجيان حتى يروا كل التفاصيل فالتاريخ مهم جداً للترويج للسياحة والثقافة وسيكون ذلك جانباً إيجابياً للطرفين صحيح مصر والصين مر كده عشر سنوات على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة في 2014 وأكيد ما بينهم شركات كثيرة جداً ما هي الأبعاد الاقتصادية من وجهة نظرك اللي هتعود على مصر من خلال مبادرة الطريق والحزام والطريق وأيضاً طريق الحرير هناك تعاون كبير في مجالات متعددة بين البلدين في البعد الاقتصادي مثل التقنيات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة ومجال السيارات الكهربائية وهناك الكثير من الشركات التي تطمح في التعامل مع الجانب المصري في مجال السيارات الكهربائية مهمتنا كإعلام أن نكون همزة وصل بين كل الأطراف فالميديا لا تستهدف الترويج ونشر المعلومات فقط لكنها يجب أن تطمح إلى ربط العلاقات في جميع المجالات وبخاصة المجال الاقتصادي بين الطرفين مصر الآن بتمتلك شبكة طرق قوية جداً ومتميزة وكبيرة وأيضاً الموانئ على أعلى مستوى ومجهزة هل بالفعل هي مجهزة لكم لطريق الحرير؟ مصر مستعدة لأن هناك الكثير من الشركات من الطرفين بدأوا في التعاون على أرض الواقع ومنذ إحدى عشرة سنة تم إطلاق المبادرة وهناك تبادل كبير وقع بين البلدين وسيكون المجال مفتوحاً وكبيراً في التعامل في البنية التحتية والطرق في الفترة القصيرة التي قضيناها في مصر رأينا بنية تحتية قوية أكيد هيكون من طريق الحرير مرضودة على مصر مخالي التعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة في التقل الكهربائية في الترق في الكباري حالياً الفندق الذي نقل فيه يطل على النيل والعديد من الأصدقاء المصريين الذين التقيناهم قالوا إن مصر بها نيل واحد وهي أم من نيل الأم حالياً أرى أن التغيير يحدث في مجال تجديد المباني والبنية التحتية وهناك مثل يقول إذا تريد أن تتطور ابدأ بالطرقات وإذا أردت أن تتطور تجارياً يجب أن تبني طرقات مصر هي نقطة محورية من أكثر من 60 دولة من أسيا وأوروبا وإفريقيا كيف تستفيد الصين من هذه الوجود مصر في موقع استراتيجي مميز جداً مشروع طريق الحرير سيكون نجاحاً متبادلاً بين الطرفين بالنسبة إلى موقع مصر فهو مهم جداً مصر محور 60 بلد بين أسيا وأوروبا وإفريقيا وأظن أن الرؤساء يتمتعون بذكاء حاد من خلال هذه الاتفاقية والتعاون المتبادل مصر والصين حضارتان عريقتان وكذلك ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ في العالم تاريخ كبير جداً ورمزيته كبيرة جداً هذا الحب الكبير بين الشعبين في الوثائقي عندما رأيته على أرض المكان في مصر النيل والثقافة ومقرات بعض الشركات الصينية اكتشفت أن هناك علاقة ودية وصداقة كبيرة جداً من الممكن أن تؤثر إيجابياً على التعاون التجاري خصوصاً في المستقبل تحدثنا عن التعاون التجاري بشكل كبير جداً على الشأن الثقافي يعني مصر وصين دولتان ذات حضارة عريقة وهوية وتقافة كبيرة كيف يتم تبادل الثقافات بين مصر والصين من خلال وسائل الإعلام؟ بالنسبة للتبادلات التجارية بين مصر والصين فإن مصر دولة مهمة جداً في طريق الحرير ومنذ أيام كان هناك وفد كبير جداً من وزارة الثقافة لزيارة مصر كذلك كان النقاش على كيفية الترويق لثقافة الدول لأن الثقافة مهمة جداً التبادل مهم جداً في الثقافة واللغة كذلك نطمح الآن ليس فقط إلى التبادل الثقافي على مستوى التاريخ القديم وتبادل الحضارات بل الترويق للسياحة الحالية لأننا نطمح إلى أن يكون أكثر ما يمكن من الرحلات الجوية من الصين إلى مصر والعكس صحيح لأن الشعب الصيني مليار وأربعمائة مليون نسمة كما أنه سوق مهم جداً في مجال السياحة والسياحة جزء لا يتجزأ من الثقافة هاتان الحضارتان الكبيرتان لا بد أن يكون بينهما تلاحم ولا بد من النزول إلى مستوى الشعوب لأن الرؤساء يوجد بينهم على المستوى الدبلوماسي اتفاقيات وتبادلات لكن الشعوب يجب أن تعرف بعضها البعض أكثر ويكون هناك تبادل ثقافي وسياحي بشكل أكبر أكيد نحن نتمنى كلنا أنا من الناس اللي زورت الصين وكنت قعدت هناك يمكن 15 يوم فكنت سعيدة جداً بالإقامة لك شعب ودود ولطيف ويقدر قيمة العمل بشكل كبير جداً أنا بشكرك كل الشكر اللي ضفتنا في الاستوديو السيدة شونغنخوي نائبة مدير مركز الفضائيات التابعة لمجموعة تفجعاً للسينما والتلفزيون شكراً لك نورتي مصر شكراً لك